تعال اقول لك ازاي تتبرمج الايفون على تشغيل صورة الكهف كل يوم جمعة وبشكل تلقائي هنروح على الاب ستور وهتحمل تطبيق باسم تراتيل الكرآن بالشكل ده التطبيق بيوفر تلاوة كاملة للكرآن الكريم بجميع الكراء المهم بعد تحميلك لتطبيق تراتيل الكرآن واللي هسيبلك اللينك بتاعه في الهايلايت هنروح على تطبيق الشورت كاتس هنختار منها تحكم تلقائي وانشاء تحكم تلقائي جديد هنختار الوقت خلال اليوم وهنحدد الوقت اللي هتشتغل فيه الصورة فلياكم مثلا هنختار الساعة واحدة بالشكل ده مساء هننزل تحت على اليوم فلياكم مثلا يوم الجمعة وهنختار يوم الجمعة بالمنظر ده بعد كده هندوس تم وهنختار اضافة اجراء وهنكتب في السرش تشغيل بالشكل ده بعد كده هننزل ونختار تشغيل صورة هنيجي في خانة الصورة ونختار الصورة اللي احنا عايزين نشغلها فلتكن مثلا صورة الكاف وهنيجي في خيار كارق وهنختار اي كارق من الكراء المعروضة دي هنختار التالي وهنلغي خيار السؤال قبل التشغيل تم لو حبيت تحزفها هتعمل سوايب وتعمل حسف وبس كده احفظها عندكم نسيش اللايك للفيديو